كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي في التحدي لا سي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم جبنا حاجة بسيطة وسهلة ليهو المايز بالشوكولات انا نروحو كنشروه اختات انا نلقوه غالي لكن انا نخدموه في البيت سهل يعني ثم ثم اكوت لاحظو انا نوجدوه ويجي مقر مشوف اذا نجي ما شاء الله يجي قرمشا ويجي ذوق الشوكولات اذا نتابعوني الوصفة للاخير سهلة وبسيطة وما تكلفش لا جود ولا وقت اذا نقولي اول مرة يزور القناة يشترك في القناة وفعل زر الجرس ليس لكم كل جديد او ما تنسوش الضغط على زر لايك ونروح مباشرة للمقادير اول حاجة نحط الصحن فوق النار كاس الى ربع اللي اركوا تشاهدوه او فنجا المملوء نغسلوه المايزة هذا ان قبل نغسلوه من الغبار ونحطوه فوق الصحنة بهذا الشكل اذا نقولنا هذا ان مقلع ولا ان تكون عندكم ان طنجرة نحطوها اذا فوق النار ونحطوه فيها المايزة هذا اللي كان غسلناه مقبل وبعد ذلك اذا كيشفوه انا روز خن النار تكون اقل من المتوسطى نحطوه ملعاقتين زيت اذا زيت المايزة محتاجوا تشوفوه بزاف قلت ملعاقتين فقط زيت المايزة ونبقى ونحركوه في المايزة او الذورة نبقى ونحركوه قلت بهذا الشكل قلت انا درت هنا كاس الى ربع ولا فنجال انا فنجات على القهوة شلوه وحطوه في طنجرة او مقلة اللي عندها الغيطة تكون شوية ثقيلة متحطوش انا حاجة خفيفة يتحرق لكم المايز قلت المايز او الذورة هنا النار تكون اقل شوية من المتوسطى نبقى ونحركوه هنا ما حذفت ولا لقطة فقط سرعت شوية العملية انا نبقى ونحركوه حتى تشوفوها بدات تدير الفقاعة شوف كي بدات انا هنا تدير الفقاعات نغطيوه ونخليه كامل يعني حتى كامل يدير الكوريات التعول هكتشوفوها شوفو اذا هكتشوفوه يعني بساطة جدا غير فقط نحركو فقط هكذا طنجرة فقط باش ما يشدش ومتكثروش بزاف المايز باك ما ما يكاشن متاسع باش وين يعني يتطرطك كما كتشوفوه ويخرج الحبات التوعو هذا الشكل نخليه كامل حتى يتطرطك كامل الذورة كامل وتخرجنا بهذا الشكل وهو النتيجة هنا نوقف نطفل الفرن بتاعنا نجيبو حوالي علبة حتى العلبة ونص من الشوكولة الحساب انتو ما وش درتو المايز انا هنا استهلكت في نجال هنا تعذورة اذا حتشت قيس الشوكولة علبة شوكولة 10 قرام او 100 قرام اذا نخلط قلت النار هناره طافية اذا قلت بعد ما تفيت النار مباشرة بعد ما تفيت ناخلتها شوية بركة وحطيت الشوكولة باش ما تتحرقنا الشوكولة ونسرعو نحركو باش ما الشوكولة ما تشدش في الصحن وتتحرقنا هذا الشكل النهائي مايز بالشوكولة من اروع ما يكون انا نروح لما نروح نشروهم من المحلات سعر تاعو غالي لكن انا لما نجينا عملو نعرفوا بلي المايز راهو انا نخيس وشوفوا ان يجي يقرمش وكل شي ما يجيش طريع يعني يتعجن شوف قلت لكم يجي ما شاء الله اذا يجي قرمش فيه يجي تحفى يحبوه صغر وكبار للصهراء اذا نلقع دا هكذا انا قد نحطهم على تي ولا وحده يجي ما شاء الله في الاخر نتمنى تكونوا بألف صحة وعافية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الى فيديو اخر ان شاء الله اشتركوا في القناة